كشفت مصادر سياسية وأمنية مطلعة أن قضية صباح الكناني الذي اعتقلته قوات الأمن الوطني بتهمة الابتزاز أخذت منحة خطيرا بعد اعترافات مثيرة أدل بها أثناء التحقيقة وقالت المصادر المتطابقة أن الكناني اعترف أنه يرأس شبكة متورطة بالابتزاز الداخلي والخارجي لا سيما في لبنان بمشاركة سياسيين مشيرة إلى أن الكناني قدم كشفا بأسماء السياسيين المتورطين معه بابتزاز بعض الشخصيات ولفتت إلى تعاون الكناني مع المحققين مؤكدة أن أوامر قبض صدرت بحق متورطين معه وأن مذكرات قبض أخرى ستصدر قريبا